جزاكم الله خيرا يقول السائل في سؤال له الدعوة إلى الله هل هي واجبة على كل مسلم أو على البعض من الناس الدعوة إلى الله واجبة على من استطيع الدعوة وعنده الأهلية لذلك أن يكون عنده علم بما يدعو إليه وأن يكون عنده حكمة الدعوة إلى الله عز وجل قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أن يكون عنده صبر وتحمل المشقة وكما ذكرنا أن يكون أيضا عنده احتساب ونية صالحة لأن يتجرب من محبة الشهرة ومحبة السنة من الناس وإنما يكون قصده وجه الله عز وجل لأن الله جل وعلا يقول وادعو إلى ربك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله المسلم يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه ويريد من ذلك الشهرة والثنة من الناس فإن ذلك مخبط للعمل دعوة وائريان إذا توفرت فيه هذه الشروط أولا العلم بما يدعو إليه ثانيا الحكمة في وضع الأمور في مواضعها ثالثا التدرج في الدعوة البداع بالمهم البداع بالأهم ثم المهم يتدرج في ذلك ثم الصبر والاحتساب والرفق وعدم اليأس كل هذه من صفات الداعية المسلم أما الذي لا تتوفر في هذه الشروط إنه لا يدخل في موضوع الدعوة ولكن يكون محبا لها ومحبا لأهلها وراغبا لهذا العمل يحبه ويحب أهله ويتمنى أن يقوم به لو استطاع إنه يثاب على نيته وقصده نعم ترجمة نانسي قنقر